أسعد الله مساءكم مشاهدين وأهلا بكم إلى هذا الموعد الرياضي الذي يأتيكم من أول قناة إخبارية في الجزائر بداية حيث دخل المنتخب الوطني للمحاليين اليوم في ترابوس مغلق بمقار تحضيرات المنتخبة الوطنية بسيدي موسى تحت قيادة كريسون غوركيوف الذي استدعى 24 لاعبا حيث يدوم 3 أيام هذا ويستدعى غوركيوف تنائي حمزاوي ويايا من ملودية بجايا إضافة إلى لاعب فاقص طيف تفق زرارة الذين عوضوا ثلاث المصاب قراوي سيحوى بالخير محليا دائما فندى لاعب اتحاد البوليدا كل الأخبار التي تدولتها وسائل الإعلام مؤخرا حول قضية تلقيه مستحقاتهم قبل المواجهة الأخيرة التي جمعتهم بضيف دفاع تاجنانت حيث أكدوا تواصل الدائقة المالية لفريق مدينة الورود الذي يغرق أكثر فأكثر في نتائج السلبية مازال متلقينا مستحقات. كيف يعني يقولوا تلقوا مستحقات مازال متلقيناlide جوار متلقاش مستحقات أنا واحد من الناس وقعاص هؤلاء حابي مازال متلقيونا مستحقات وعادنا وعود في اللي غاليي نتacıون مستحقات بصع مستحقات مازال ما نتاقوهم الان ما يعطونا مستحقات شانا ذي غريح عديري ما الناس يتهضر فيها بمعجز الهضرات المستحقات ولحد الآن مازال ما اخذنا مستحقتنا لكي لا يغلطون الناس لا يغلطون الناس بل كألمين وإلى أخبار محترفين حيث أجر مدافع الخضر والوافد الجديد لنادي ليفانتي لإسباني كارل مجاني أول حصصه التدريبية مع فريقه الجديد صباح اليوم هذا وكان مجاني قد التحق بنادي ليفانتي بعد فسخ عقده مع ترابزون سبور التركي تحصل لعب المتخب الوطني فوز غلام على ثاني أسوأ علامة في المباراة التي تفوق فيها فريقه نابولي بخماسية لواحد أمام نادي إمبولي وهذا حسب موقع نابوليستا الذي أكد بأن مخاطرة غلام في اللاعب الهجومي وعدم تغطية الجهة اليسرى من الدفاع بشكل جيد كان أن يكلف فريق نابولي تلقي أهداف أخرى أكدت مواقع فرنسية أن نادي باريسان جيرما ينوي عرض مبلغ 26 مليون يورو من أجل ضم اللاعب الدول الجزائري رياض محرز يأتي عرض نادي العاصمة الفرنسية بعد اهتمام نادي مارسيليا بخدمات خريج نادي لحافغ الذي وصل تألقه في البريمالليغ مع فريقه ليستر سيتي عبرت جماهير سبورتينج لشبون عن دعمها القاطع لمهاجمها الدول الجزائري إسلام مسلماني المهدد بعقوبة صارمة بعد حدثت مشدته مع لعب ساماراس مهاجم بانفيكا حيث حملت المواجهة الأخيرة لسبورتينج أمام كاديميكا رسالة من جماهير النادي الأخضر مفادها معاقبة سليماني تعني الإعلان عن الحرب اخترب مدافع المنتخب الوطني والنادي الإفريقي السابق هشام بالقروي من الانضمام إلى نادي ناسيونال ماديرا الناشط في دور الدرجة الأولى بالبرتغالية من جانبه كشف مدرب فريق ناسيونال ماديرا البرتغالي منويل متشادو بأن سبب اهتمام فريقه بتعاقد مع هشام بالقروي يعود إلى خبرة اللعب التي اكتسبها مع المنتخب الوطني الجزائري والنادي الإفريقي بعد عودته تدريجيا إلى المايدين في آخر مباراة فريقه توتنهام أبدأ النادي اللندني الآخر فولهام اهتماما بظن متوسط ميدان الخضر نبيل بن طالب في مرحلة الانتقالات الحالية وحسب الصحفة الإنجليزية فإن فولهام يسعى لتعزيز خط وسطه بلاعب بمواصفات بن طالب إلى موضوع آخر أكد رئيس الاتحادية الجزائرية للمبارزة رؤوف برناوي صبيحة اليوم في ندوة صحفية أن هدف المنتخب الوطني خلال البطولة العالمية للمبارزة تخصص إنات سيف شيش التي ستحتضنها الجزائر نهاية الأسبوع القادم هو الحفاظ على السدارة القرية وتحسين ترتيب الجزائر عالميا خول مصوري رصد تتالي 35 دولار اللي حتشارك 128 رياضي حيكون ومنتخبنا الوطني اللي حيكون بست رياضيين شبان إن شاء الله المنتخب الوطني تعنا في شيش هو يتصدر جدول ترتيب في إفريقيا في النقاط نحن نتمنى إن شاء الله بالمشاركة هدية وحتى أن المنتخب تعنا يقعد في الصدارة ولما لأنه راوة 17 نتمنى إن شاء الله يحسن نارة برتعه اشتركوا في القناة